الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه عقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفني عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريبه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فالخيام في العذاب الشديد قال قريبه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبذل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وأزنفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل يواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلونا بسلام ذلك يوم خلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين فأما من أمتي كتابه بيمينه فيقول ما أم قرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وعما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خدوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوك إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له ليومها مناحمين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون ترجمة نانسي قنقر